السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني مشاهدي ومشتركي القناة الكرام اسعد الله وقاتكم بكل خير كي سورنتم ودي 2014 قدر الله وما شاء فعل تعرض محركها لحرق جزئي وبمساعدة الناس المارة في الطريق اضافة لامتلاك صاحبها من مطفئة حريق ادت هذه العوامل لاطفاء النار بوقت قصيء بعض الذين ساعدوا على الاطفاء استخدموا التراب بشكل كبير قمنا بغسل المحرك لغرض تقييم الضرر احببت ان اعمل هذا الفيديو سبب مهم جدا يرجع له احتراق محركات الحقن المباشر او ما تسمى بمحركات الجي دي اي التي هي اختصار لغازولين داريكت انجيكشن وكذلك لوضح الفرق بين محركات الحقن العادي والمباشر من ناحية سرعة اشتعال الوقود في حالة التسريب كما تعلمون اخوان ان محركات الجي دي اي تحتاج لضغط بنزين عادي لان الوقود يحقن مباشرة في كل اسطوانة وعلى الرغم من انتشار هذه المحركات بشكل كبير في السيارات الحديثة ولشركات معروفة مثل بي ام دابليو كرايزلار وجيب فورد هوندا انفينيتي كيا وهونداي وغيرها لانه اخوان محرك يمتاز بالقوة الا ان عيوبة كثيرة وقد شرعتها على القناة قد يكون سيء الصيد في بعض البلدان مثل ما عندنا في العراق الا ان شركات التصنيع تجزم بفاعلية المحرك ولا زالت مستمرة في انتاجه حتى يومنا هذا اما ما يهمنا هنا هو لماذا نسمع دائما باحتراق هذه المحركات وابسط مثال هذه السيارة بتحليل المتواضع هناك السببين رئيسيا لاشتعال النار الاول هو خلل مصنعي في صناعة بعض اجزاء نظام حقن الوقوت ضد ضغط العالي والسبب الاخر هو عدم فهم عدد من ورش الصيانة لالية احكام نظام الحقن بشكل يضمن الحفاظ على دائرة مغلقة لا تسمح بتسريب البنزين طبعا لا تسمح اطلاقا بتسريب البنزين خصوصا ما بعد مضخة الضغط العالي لان هذه الاجزاء تتعرض لحرارة المحرك بشكل مستمر السورنتو هذه حصل فيها السبب الاول الا هو العيب المصنعي ورداءة المعدن الذي سبب التسريب من انبوب الضغط العالي احترق المحرك تضرر الضفيرة الاسلاك لكن كيف عرفت انا سبب بدون فك انبوب المعدن لماذا جزمت انه السبب هو الانبوب المعدني ولماذا لا يكون الانبوب الاول هذا هو الذي يسبب المشكلة الجواب هو ان اغلب السيارات التي حصلت لها هكذا حوادث دائما نجد تسريب في الانبوب المعدني طبعا هذا صاحب السيارة اراد التصليح بارخص ثمن ونتيجة لذلك حاولنا ان نختصر امور الاستبدال لكن بنفس الوقت لابد من ضبط واحكام نظام ضغط البنزين لماذا نعرف انه الانبوب المعدني دائما اخوان الشقوق التي تظهر في الانبوب المعدني ما بعد مضخة الضغط العالي بعد ان نقوم باتمام صيانة هكذا سيارات بعد ان يحترق المحرك نقوم بتشغيلها ظن مننا انه الانبوب الاول الذي يأتي بالوقود من المضخة الاولية من الفيول بومب الى مضخة الضغط العالي نظر انه هو الذي سبب الحريق لكن بعد ان نقوم بتشغيل المحرك نرى مباشرة ان البنزين يخرج من الانبوب المعدني بعد مضخة الضغط العالي لذلك دائما نجزم بان المشكلة او العيب المصنعي يكمن في هذا الانبوب هذا الانبوب اخوان دائما انتبهوا له خصوصا اصحاب سيارات الجي دي آي اما مصطرة الوقود لا تحصل فيها اي مشاكل شرط ضبط العوازل المطاطية للبخاخات نسميها بالعراق الواشرات بالدارجة وايضا الهاي فرشير فيول بومب او مضخة الضغط العالي التي نسميها بالعراق طاحونة نادرة يحصل فيها تسريب لكن المشكلة هنا وبشكل متكرر اي في الانبوب شاهدوا اخوان عند ضغط الانبوب بالهواء هذا هو التسريب وبما انه الضغط قد يصل لالفين بي اس اي فانه ليحصل تسريب او تقطير بل رذاذ سريع الاشتعال وفرصة اشتعال الوقود تكون سريعة جدا اذا خرج من الانبوب على شكل رذاذ او يعني بشكل خفيف جدا على شكل رذاذ اي شرارة حتى واذا كانت بسيطة فانها كفيلة ببدء الحريق لا قدر الله عكس المحركات العادية محركات الحقن الغير مباشر تكون نسبة اشتعال البنزين اقل من الجي دي اي خصوصا ان مكان البخاخات في المحركات العادية بعيد نوعا ما عن مصادر الشرارة عكس الجي دي اي ايضا وخصوصا في محركات الاربعات اسطوانات تكون البخاخات قريبة جدا من بادئ الحركة او السلف الذي تكون فيه فرصة توليد الشرارة كبيرة سواء بالفحمات او الفرش الكاربونية عندما تتحرك او عند تلاقي المسنن الصغير بالحذافة باللهجة المحلية تلاقي دشلي السلف مع مسننات الحذافة طيب هل هذا يعني ان محركات الجي دي اي فاشلة الجواب طبعا لا اذا كانت الصناعة جيدة وقطع الغيار ايضا جيدة بعد اتمام الصيانة الحمد لله لم يكن ضرر الضفيرة في هذه السيارة كبيرة استبدلت الاسلاك المتضررة ورتبنا الامور غطاء الكامشفت هنا متضرر ولا يمكن ابقاءه سنقوم باستبداله للأسف اخوان كما ترون الضرر واصل للجهة الاخرى هذه الجهة وبصورة عامة اذا القينا نظر على المحرك وضعه جيد لا يوجد اي حرق داخلي حساس الاكسجين في اعداد المفقودين ايضا لابد من استبداله والاخر اكملنا كل شي وشغلت المحرك الوضع ممتاز الان نصيحتي لاصحاب السيارات التي تعمل بالحق المباشر اصحاب محركات الجي دي اي المثل يقول درهم مقايا خير من غطار علاج مطفئة حريق لها دور كبير في سلامتك وايضا لمساعدة الاخرين لا تذهب لورش الصيانة مشهورة باللامبالات تجد عدم سيطرة على العمال تجد انه رب العمل او رئيس العمل لا يقوم بالقاء نظرة اخيرة على الفينشينج او نهاية العمل انت كصاحب سيارة كل يوم القي نظرة على المحرك ولا تكون من المثل الذين يقولون صار شهر ما فتحت غطاء المحرك اي شيء غريب اي تسريب للسواء اللابد من علاجه خصوصا في انابيب البنزين حتى وان لم تنتلك لم تمتلك كلفة التصليح او الصيانة فلا تستخدم السيارة اذا حصل تسريب للوقود ولو بسيط ولكي تحافظ على حياتك وحياة من معك اركب ولو عربه يجرها حصان ولا تكن مثل صاحب هذه السيارة الذي لاحظوا اخوان في هذه السيارة استخدم صاحبها حنفية صنبور ماء البيت بدلا من ايدل اير كنترول طبعا هذه السيارة المانية قديمة موديلة التسعينات وضع الحنفية هذه لا تستهين بالبسيط لان العوامل المساعدة قد تجعله اكبر مما تتوقع وكما يقولون في امثالنا العربية لا تستصغر الصغير في شأنه قد تموت الافاعي من لذغ العقاربي هذا طبعا طلع مو فيديو بل صور من المعركة ارحب بأسئلتكم واستفساراتكم في التعليقات وسأرد عليها ان شاء الله اولا باول اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السلامة في الدين والدنيا وان يرزقنا ووالدينا جنته في الآخرة لا تنسوني ووالدينا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة